شهدت الخرطوم وأغلب ولايات السودان مساء الجمعة طول أمطار غزيرة استمرت لعدة ساعات ما أدى إلى تضرر العديد من المواطنين الذين تهدمت بيوتهم نتيجة السيول المصاحبة للأمطار وقد ذكرت سلطات ولاية الخرطوم أن خمسين قرية تضررت بمنطقة شرق النيل وانهار تسعة ألاف منزل كما قضى عدد من المواطنين جراء كتافة الأمطار والسيول نتابع جارفة كلما يقف أمامها تواصل فيضانات وسيول السودان تدفقها مسببة ضمارا هائلا وموقعة عددا كبيرا من الضحايا الذين انهارت المنازل فوق رؤوسهم جراء شدة السيول التي صحبت الأمطار نسبة خطول الأمطار تفاوتت من ولاية لأخرى إلا أن الأكثر تأثرا هي ولايات الخرطوم والجزيرة والنيل الأبيض حسب السلطات السودانية التي أبدت تخوفها من تزايد نسبة هطول الأمطار خاصة وأن مياه الأمطار السابقة في الأيام الماضية ما زالت تحاصر أغلب المناطق المهددة بالسيول منطقة شرق النيل بالخرطوم كانت تأثير فيها كبيرا بكثافة الأمطار والسيول وذكرت إدارة الدفاع البدني بالخرطوم أن خمسين قرية تضررت وأن ما لا يقل عن تسعة آلاف منزل تهدم وفقد عدد كبير من الأرواح جراء السيول والأمطار التي ذكروا أنها فاقت الطاقة التصميمية للمصارف كثير من المواطنين المتأثرين أبدو غضبهم لتقصير السلطات كما أشاروا في التفاعل لدرء الآثار الكبيرة الناتجة عن الأمطار والسيول مجموعة من الشباب السوداني تفاعلت مع الحدث وأطلقوا مبادرة تحت اسم نفير تهدف للوقوف مع الأهالي المتضررين من السيول وإيصال بعض المساعدات لهم وامتد نشاطهم ليس في الخرطوم وحدها بل إلى كل الولايات المتأثرة بالفيضانات متخذين من مواقع التواصل الاجتماعي على الانترنت وسيلة للتفاعل مع المتضررين سلطات ولاية الخرطوم وإدارة الدفاع المدني حذرت من سيول جديدة قد تضرب منطقة شرق النيل كنتاج لهطول أمطار غزيرة بمنطقة البطانة حسب معلوماتها الأمر الذي يزيد مخاوف وهواجس أهالي شرق النيل الذين لا زال كثيرون منهم محاصرا جراء سيول وفيضانات اليومين الماضيين عماد الدين همام العربية نعم مشاهدين ونحن سنبقي عينا على السودان من الناحية المناخية طبعا وإن شاء الله في النشرات المقبلة سنعرض مجموعة من صور الأقمار الصناعية الخاصة بالحالة المناخية المتوقعة على مستوى ساعات وأيام مقبلة في السودان سواء من حيث صور الأقمار الصناعية لحركة السحب أو حتى تواقعات الأمطار والسحب الركامية الرعدية